اول حاجة هنبتدي نعمل عقدة البداية. زي ما هنشايفين كده. دي كده طريقة عقدة البداية. طريقة سهلة وبسيطة. بالشكل ده. بعد كده بجيب الابرة ودخلها من خلال الحلقة. وبسحب الخيط الطويل. في عندي هنا فتلة قصيرة وفتلة طويلة. فبسحب الخيط الطويل بالشكل ده بحيس انها تبقى مضبوطة على الابرة. بعد كده الاف الخيط على الابرة واسحب من خلال الحلقة. الاف الخيط على الابرة واسحب من خلال الحلقة. بالشكل ده. وسيطر على الفتلة الموجودة في ايدي الشمال. بحيس انها لا تبقى مرخية اوي ولا مجدودة. بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده طريقة سهلة وبسيطة. وبتتكون معايا السلاسل. زي ما احنا شايفين كده. بسحب الخيط. واخرج من الحلقة. دي كده طريقة السلاسل. زي ما احنا شايفين كده. سهلة وبسيطة. بتكون عندي السلاسل. وكلها سمك واحد. وحجم واحد. مافيش حلقة دخينة وحلقة رفيعة. ده كده شكل السلاسل. في حاجة كمان. عندنا مسكتين للابرة. في مسكة السكينة اللي هي بالطريقة دي. ان انا اكتر طريقة انا برتاح فيها. وبشتغل فيها. بالطريقة دي. دي كده مسكة المعلقة. فعندك طريقتين. طريقة السكينة وطريقة المعلقة والاتنين صحة. على حسب راحة ايدك للابرة. زي ما احنا شايفين كده. دي كده السلاسل. وكده الدرس الاول.